من العزاب عم بشوفك تبني امال بالفترة الماضية كنت سعيد في فترة من الفترات وحاب انك ترجع هاي السعادة لحياتك عم بتحاول بكل عم بشوف طاقة بعد عندك بالفترة الماضية كنت تفكر بالبعد اما عن اشخاص او عن الجو المحيط واقع انك مليت من الوحدة فناوي تغير في هذا الموضوع عم بشوفك بتدخل حفلات واجتماعات يعني تحاول تندمج ممكن النية تكون عشان تلاقي ارتباط او تلاقي شخص او تكوين حتى صداقات جديدة بيين عندي فيه شخص ممكن يكون جديد عم يكون عنده فيه كتير طيبة ممكن يكون ناري او مائي او لا ناري او هوائي هذا الشخص ما عم يكون كتير غني لكن عنده ثقافة بشكل مش طبيعي عنده حكمة في المواضيع بكافح طموح هذا الشخص عم يبني حياته من الصفر ويمكن انت بتساعده او راح تساعده في الموضوع شخص عم بتطلع عليك من فترة انت عاجبه لكن عم بيكون نفسه او عم بيحاول يخلق اول شي صداقة بيناتكم لكنه شخص طيب للغاية ممكن يكون شخص شوي كبير بالسن يمكن الحكمة جاي من هذا الموضوع لانه كبير شوي بالسن مر بكتير تجارب وطالع من تجربة من فترة فعم بيحاول يلاقي فيك مش البديل خلص انه مل كتير من العلاقات ومل من الخضلان فناوي على ارتباط هذا الشخص يعني مش بس على حب لانه من النوع من الاشخاص اللي كل ما يدخل علاقة بيكون ناوي على جدية هو شخص جدي كتير سيريس في الحياة فعم بيكون شخص كتير حلو لبرج الميزان يعني اذا طلعلك هذا الشخص خاصة من برج هوائي بتمنى انه يعني توافق او تمشي في هاي العلاقة ما لانها تكون راح تكون الخير لالك فيها فيها مستقبل فيها توديع يعني هذا الشخص راح يفرحك كتير وكأنه عم بيكون هو فارس احلامك لكن راح ازعل كتير منكم لو ما قبلته في هذا الشخص او فكرته بس بالمادة فاذن بشرة حلوة يعني ورق حلو للعزاب للعزاب اللي ما عندهم ابدا حدا في حياتهم او حدا عم يستنوا خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين اللي مش منفصلين من برج الميزان ان شاء الله يكون حلو تكون الطاقة فيها حلوة عم بيكتشوف امرأة كبيرة بالعمر وكأنك عم بتكون معاها مش على وفاق لكن ما في هديك المشاكل الكبيرة يعني عم بيكون في مصالحة عم بيكون في مصالحة مع هذا الشخص اذا للمتزوجين في بشرة حمل ممكن تكون او في حمل من الاصل وعم يمشي على خير هذا الموضوع في نوع من العدل والميزان رح يكون في فترة تموز لبرج الميزان هذا الكرت الثاني اللي بطلع معي اللي هو يعني كرت العدل اللي هو تاخد حقك من بعد من سلب منك هذا الحق للمتزوجين عم بتقول خلص طفح الكيل عم ترسم العلاقة اللي انت بدك اياها في الزواج واكنه مجرى العلاقة ما كان كتير يعجبك لكن عم بشوف في فرح وفي سعادة في اكتر من كرت للمتزوجين اذا ورق حلو كتير للمتزوجين نشوف المرتبطين اللي هما مش متزوجين ومش من الفصلين لبرج الميزان اذا لشهر تموز يوليو بالنسبة للمرتبطين ان شاء الله يكون في علاقة جدية في الطريق نشوف بالنسبة للمشاعر في حب حقيقي من الطرف الاخر في اندفاع نحوك في اشياء بتجذبه فيك ما شافها بناس من قبل او في علاقاته القديمة بشوفك عم بتكب شغلة ورا ظهرك وتتبنى الجديد وتكون مع الشخص الحالي كتير رزين وكتير بتوزن الامور وكأنك تعلمت من اخطائك القديمة وعم بتطبقها في علاقتك الجديدة عم بشوفك كتير سعيد وخاصة المرأة من هذا البرج من الميزان عم بيكون في نوع من السعادة في ربيع حواليها يعني في بشائر في اشياء حلوة ممكن يكون في سفر اما للشريك او انتم مع بعض في انتقال مكان عم بشوف الشريك عم بيخطط بس بتنا نشوف لشو عم بيخطط ان شاء الله تكون خطة حلوة يعني يكون في ارتباط ممكن يكون في فرصة ارتباط كبيرة ولكن عم بتكون متسرع وأكنك بدك تتزوج وخلص يعني نتيجة عن الملل مش نتيجة عن الحب لكن في سعادة في فرح في نهاية هاي العلاقة رح يكون من بعد تعب ومن بعد ممكن يكون في علاقة ثلاثية انت عم تخلص من هاي اتقاط وتمشي لقدام مع الشريك في خطوات ثابتة لبرج الميزان خلينا نشوف مثلا اللي هم المنفصلين تعبانين شوي من الانفصال نشوف في رجعة هذا الشهر وقديش نسبة الرجعة وكيف عم بيفكر فينا الحبيب الشخص اللي تاركينه والله مشغول شوي الطرف الآخر حاسس بالخيبة أمل ممكن القراءة تكون عكسية مغدر من كتير من الأشخاص على مستوى العمل ممكن يكون والعاطفة يعني لأنه مبين كتير في جروحات عم بيعاني منها أو عم بيحاول استشفاء منها الشريك عم بيكون في حوالي مشاكل ومنغصات يمكن الشريك يكون مدمن ممكن يكون مدمن وعم بيخطط انه يطلع من هذا الإدمان وكأنه الإدمان كان من الأسباب اللي بعدت بناتكم ممكن أنت عم تاخد قرار يمكن بالموافقة على الرجوع أو لا في البداية ممكن تكون مقرر الإبتعاد لكن ناوي على الرجوع للطرف الآخر ناوي على الرجوع وشايفة فيه سعادة عندك وكأنك رح تكون يعني رح تكون كتير سعيد على فكرة هذا الارتباط ممكن يؤدي إلى زواج لكن في الفترة الحالية ممكن يكون فيه رجوع ارتباط رح يكون شوي مأجل لبرج الميزان خلينا نشوف إذا فيه علاقة ثلاثية شوف هو كان عم يحكي مع أكتر من حدا في سبيل إنه يتسلى أو عشان ينساك مثلا لكن عم بيفكر فيك بين الفترة والتانية لكن عم بيفكر فيك بجدية لأنه أنت كأنك نفهمه أنه علاقة جدي وارتباط يا بلى وكأنك كنت عم تتعامل معه بهاي الطريقة آخر فترة فهو عم بيحسب كتير حسابات قبل ما يرجع وكأنه أنت كاشفه يعني كاشف كل ألعيبه اللي لعبها قبل هيك وعم بيكون خايف منك لأنك أنت شوفت حقيقته لكن عم بشوف فيه فيه رجوع فيه رجوع وفيه تغيير بهيئة الحبيب يمكن انتهى من الإدمان أو عم بيحاول إنه فهذا هو اللي مبين بالورقة كمان مرة هاي الورقة التانية عم بيحلم في الاستقرار هو كان مبسوط في اللي هو انتقال من علاقة لعلاقة لكن عم بيكون بالفترة الجاي عم بيفكر بالاستقرار وعم ياخد قرار كتير قوي في هذا الموضوع إذا راجع لك على نية زواج ممكن يكون زي ما قلنا اللي هي أول شي رجوع بشهر تموز لكن الارتباط ممكن تكون في أشهر قادمة لكن فين هي للارتباط من الطرف الآخر خلينا نشوف إذا في نصيحة من الـ نصيحة من الكون أو إلهام ممكن يلهمنا في الصعيد على صعيد أو أكثر من صعيد نشوف شو الورق ممكن يصلع لنا لبرج الميزان برج الميزان بيقولك أنت بيقولك اطلع من الحالة اللي أنت فيها حاول الاستشفاء حاول الاستشفاء من الطاقات السلبية اللي أنت فيها من الجروحات الماضية عشان تحصل على السعادة هذا الشرط الشرط أنك تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي هي الطاقة ممكن تكون انتقام طاقة وبحكي لك أنك تكون متوازن بقراراتك بالفترة الجاي ممكن تكون متهور بشهر سبعة فبيقولك لا كون أكيد من القرارات أو من الأحسن ما تاخد قرارات في هاي الفترة بحكي لك اطلع من الطاقة اللي أنت فيها لأنه ما عم بيسبب لك إلا أنه يدخل أشخاص سلبيين ممكن تجذب أشخاص سلبيين إذا كنت كمان عم بيبشرك في فرحة في موضوع كنت عم تستنى في كتير فبيقولك يعني ما تشغل بالك في صغائر الأمور يعني تطلع لبعيد شوي تطلع لبعيد يا برج الميزان وما تضلك تفكر في التفاصيل التفاصيل الأمور بالإجمال كتير حلوة والنصيحة كانت حلوة بالورق فيعني شهر حلو لبرج الميزان نسبة 90% ممكن يوصل يعني من أحلى التوقعات اللي مرت فبتمنى لكم شهر كتير حلو حبا